نور ذاتك نزل مقطعين يحاول به يفضح نور مار وصراحة رغم اني ما تابع نور مار ولكني مجرد شفت ربع هالمقاطع عرفت انه هذا الشخص هدفه كله انه يشتهر على ظهر نور مار وكلامه غلط وما كان في داعي اربع دقائق من هذا المقطع تحاول توضح به لمتابعين انك ما تريد تسلق على ظهر نور مار وعندي مليون دليل على كلامي هذا عكسك انت الكل اللي سويته بمقاطعك ما كان فيه اي دليل وراح اذكر لكم هذا الشي ودليل انك تريد تشتهر على ظهر نور مار انه اخر مرة منزل كنت قبل شهرين بعدها رجعت بهذا المقطع على ما ترجع ترجع التفاعل لقناتك والمشاهدات لانتعرف انه هذول المقاطع حيرجعولك التفاعل ولو انه كلامك صحيح وانه انت بس تريد تريد على المتابعين اللي يقولوا لك انه انت تقلد نور مار ما كان حطيت اسم نور مار بمقاطعك على متجد بالمشاهدات كان مجرد اكتبت ردي على اي شخص كان متابعينكم اللي حشاهدون المقطع وما كانت لح تسلق على ظهر نور مار خليها حاليا نذكر الكلام اللي قاله وليش هو كذب واحدة من الاشياء قالها النور ددك انه عنده صور ومحادثات يبين فيها انه اساس نور مار جايس يتهجم فيها على النور ددك وهذا الكلام غلط مية بالمية لانه ازهل شي بالنت هو انك تلفق محادثات يعني مثل هذا المحادث اللي هي اصلا كذب لانه على اساس ده سويها بيني وبين النور مار فلما تريد تجيب دليل تشوه بي سمعة نور مار حاول تركز بيه زين خلصنا من هاي نقطة ده فخلينا نروح للنقطة الثانية النقطة الثانية اللي ذكرها واللي هو التقليد شنو دليل على انه النور مار يقلده نور ددك نزل مقطع اسئلة ونور مار نزل مقطع اسئلة ولا انه عساس نور ددك نزل تحدي معين نور مار قلده يعني بحالة بعد ماني نزل التحدي السكينة النارية اي واحد رح ينزل من بعدي عبارة عن قلدني وخلي نكون واقعين اليوتيوب العربي هو عبارة عن نسخ من اليوتيوب الأجنبي فكل الأفكار من عدهم فحتى لو كان نورمار جاسي قلدك بفكرة معينة فهو ما اخذها من عندك وحتى انت تكون صارقة من اليوتيوب أجنبي فهو نسس شيء والشي الثالث حتى تسجيل صوتي الصاحب نورمار وانه عساس نورمار كان يجي على حسابه بالإنستغرام ويطلب من عنده نشر يوم كان عنده نورمار متابعين قليلين على مودة يصبح عنده متابعين أكثر من نورددك ولو افترضنا انه هذا الكلام حقيقي زين وين المشكلة بالضبط يعني نورمار واضح انه هو شخص يحب المنافسة ويحب انه هو يصير الأول كأي يوتيوبر يعني عادي وهذا لا يعني انه هو يغار منك او يحزدك يعني او يتمنى لك الشر مثلا وبخلاف كمية الاستعطاف اللي كان بمقطعك اللي بين انه انت تريد تستعطف الناس وتبين نفسك انه انت مظلوم ومهدفك تريد تشتهر على ظهر نورمار انه اساس نفسيتك تعبانة من كثر التعليق اللي تيجيك تقولك انه انت تقلد نورمار ولو كان فعلك كلامك صحيح انه نورمار يقلدك كان انت اشتهرت لانه شخصيتك مشابهة نورمار وبنهاية كنا نعرف انه شخصية نورمار ولا شخصيتك انت هي عبارة عن شخصية الهيبة انه شخصية شخص يعني قوي وعساسي وكذا وهي شخصية مش انتوا مخترعيها يعني اساسا شخصية موجودة من زمان يعني وبس والله مارد انكت صراحة انا كثر مع انكتناوي صراحة انا احط كثير نقاط وعني صراحة انا اتكلم على هذا الشخص الكذاب وعفضحها اكثر ولكن خلص هذي شي يكفي الى الان اكتبونا بالكومنتات شو رأيكم بهذا المقطع وشو رأيكم بالقصة المعينة هل تتوقعون انه كلام نورددك صحيح ام غلط مع انه الكلام واضح انه غلط وبس والله شأنه اكفزي زيما قالت من المكتل القصص مع السلامة